اهلا بكم اعزائي طالبات وطالبات التعليم الفني مع حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة ان شاء الله هتكون مخصصة للأقسام المعمارية من التعليم الصناعي وهيكون النهاردة معنا مراجعة عامة على مدتي التخطيط وإدارة الانتاج ومادة التكنولوجيا وان شاء الله بإذن الله زي ما احنا عارفين ان الامتحانات اتغيرت وبقى زمن الامتحان ساعة فالامتحانات ان شاء الله هتكون بسيطة وميسرة وهيكون عبارة عن اسئلة وهتكون الاسئلة عبارة عن صح وغلط أو اكمل أو وصل وان شاء الله هتكون معاكم النهاردة مستر يوسف هتكون معاكم النهاردة في الشرح وزي ما احنا قلنا معنا مدتين مادة تكنولوجيا اعمال النجارة ومادة التخطيط وإدارة الانتاج للصف الثاني تخصص اعمال النجارة وانا حابب بس قبل ما ابتدي الشرح حابب اقول للطلبة معلومة او تحذير يعني ان ان شاء الله لازم نكون ننظم ورقة الاجابة بتاعتنا بمعنى اصح لازم تكون منظمة كل سؤال خاص او مستقل بصفحة بذاته يعني اجابة السؤال الاول بنحطه في الصفحة الاولانية وننظم الورقة قبل ما نبتدي الاجابة ونقرأ ورقة الاسئلة كويس جدا قبل ما نبتدي في الاجابة وطبعا الاسئلة ان شاء الله هكون بسيطة ونركز مع بعض فيها كويس جدا لان الاسئلة دي مهمة جدا في ايام الامتحانات وطبعا زمن الامتحان بيكون ساعة فمحتاج ان انت تكون مذاكر كويس وهنشوف شكل الامتحانات او شكل الامتحان مع بعض النهاردة تعال كده مع بعض نشوف على السلايد طبعا الاقسام المعمارية عندنا خمس اقسام معمارية اللي يخصنا النهاردة هو قسم اعمال النجارة طبعا النهاردة هنبتدي بمادة التكنولوجيا فيكون معانا مراجعة عامة لمادة تكنولوجيا اعمال النجارة الصف التاني تعال نشوف مع بعض شكل الاسئلة تعال نشوف صح وغلط السؤال الاولاني بيقول لي ضع علامة صح امام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارات الخاطئة لكل من بيقول لي الحل هو جزء الباب السابت الذي يتلقى الضلف وهو يتكون من قائمين ومعبارة طبعا احنا عارفين الحل هو فعلا هو عبارة عن جزء الباب السابت وهو مكون من قائمين ومعبارة ويبقى الاجابة هنا صحيحة السؤال التاني او النقطة التانية بكتة هي قطعة من الخشب مدفونة خلي بالك مدفونة داخل الحوائط وتستخدم لتزبيت المسغولات الخشبية بالحوائط طبعا قطعة من الخشب مدفونة هي مش البكتة ولكن هو يقصد بيها الدفينة الخشبية التي توضع مدفونة داخل الحوائط عشان نسبت عليها البر يبقى هنا الاجابة خاطئة هي مش البكتة ولكن هي ايه الدفينة الخشبية يبقى الاجابة هنا ايه خاطئة النقطة التالتة بيقول للبر هو عبارة عن عضو خشبي لتغطية التقابل بين الحلق والبيض طبعا احنا البر ده من الحليات المستخدمة في اعمال النجارة واحنا بنركبه عشان يسدي للفراغ الموجود مبين الحلق ومبين الحائط يبقى الاجابة صحيحة النقطة التالتة عندي بيقول لي تعريف الاستامة هي قوائم الضلف الخارجية هل يطار هنا الاجابة صحيحة ولا لا طبعا احنا المبنيجي نركب الكلون بيطلق عليه كلون داخل الاستامة نظرا لان الايم الضلف الخارجي هو قائم الاستامة يبقى هنا الاجابة بتاعتي صحيحة النقطة الخمسة بيقول لي تعريف الصاري هو العضو او الاعضاء الظاهرة وتستعمل لتقسيم اي مسطح الى مساحات صغيرة ركز في الاجابة لان هنا الاجابة يقصد بها السؤاسات وذكرنا قبل كده ان السؤاسات بتستلغرض منها هو تقسيم المسطح الزجاج حتى لا يتم قصر الزجاج عند فتح وقاء غلق الشباك فيبقى هنا الاجابة خاطئة لان المقصود بها هنا هو السؤاسات هيجب لي سؤال برضو من نوعية اختار ما بين القوسين او اختار المصطلحات الفنية الصحيحة المستعملة في تنفيذ المسجولات نجارة العمارة مما بين القوسين يعني هيجب لك تعريف وانت هتختار الاجابة الصحيحة ما بينهم بيقول لي هي السطح الافقي العلوي للفتحة هو ممكن هنا ممكن يجبها لك في سورة اذكر المصطلح العلمي يعني ممكن يجاير لك السؤال ممكن يقول لك اذكر المصطلح العلمي ولكن السؤال هنا عندنا اختار مما بين القوسين هيديني الاجابات الحل القائمين المعبرة طبعا هي المعبرة لان المعبرة هي السطح الافقي للحل وسميت بهذا الاسم لانه بيتم العبور من خلالها يبقى الاجابة الصحيحة عندي هي المعبرة النقطة التانية في اختار مما بين القوسين بيقول لي هي مجموعة من الاجزاء الرئيسية والسانوية المكونة لهيكل النجارة مجموعة من الاجزاء الرئيسية والسانوية مكونة لهيكل النجارة طبعا المقصود بها هنا هو عظم الباب لان احنا بنقول عظم الباب دوت هي مجموعة من الاجزاء المكونة لهيكل الباب او الشباك يبقى هنا عند الاجابة الصحيحة عظم الباب نمر الثلاثة هي سدابة خشبية بقطاع خاص لتغطية لحام بين مدتين ركز في الإجابة هنا شوية بيقول هي سدابة خشبية بقطاع خاص لتغطية لحام بين مدتين المقصود بيها هل يطرى هو البر ولا البكتة ولا تغديم طبعا السدابة هنا هي البكتة يبقى الإجابة الصحيحة البكتة هي سدابة خشبية بالغرض تغطية لحام بين مادتين بين مادتين زي التجليد وزي قايم الضلفة الفراغ اللي ما بينهم بسدوا بيه البكتة النقطة الرابعة بيقول لي هي أول عملية تجرى على الأخشاب للوصول إلى مسطحات مستوية أول عملية بتجرى على الأخشاب عشان نحصل على أسطح مستوية المقصود بيها هل يطار استعدال ولا تقصيب ولا تشريب طبعا هي استعدال يبقى الاستعدال هي أول عملية تجرى على الأخشاب للوصول إلى مسطحات مستوية النقطة الخامسة عندي بيقول لي هو تغطية الأسطح بالأخشاب لإعطاء المكان رونقا وبهاءا بمعنى أصح هي تكسية الأسطح بالأخشاب وطبعا التكسية هي عملية التجليد يبقى هنا الإجابة الصحيحة هي التجليد لأن التجليد هو عبارة عن تكسية أو تغطية للأسطح بالأخشاب عشان نعطي للمكان رونقا وبهاءا السؤال ده مهم جدا يا جماعة ما هي الخطوات الواجب اتباحها عند تنفيذ الأبواب والشبابيك نركز مع بعض في الإجابة لأن أنا عندي في تنفيذ الأبواب والشبابيك ستة عناصر لازم نحفظهم الستة عناصر دول هنحاول إن إحنا نسبتهم في جميع أعمال النجارة سواء كانت أبواب وشبابيك لأن تكاد تكون طريقة التنفيذ واحدة إيه هي طريقة التنفيذ؟ أولا أنا هقولها بصفة عامة ونشوف الأسلوب اللي إحنا هنشتغل به في الامتحان أول حاجة عشان أنفذ الباب أو الشباك بجيب الأخشاب بتاعتي من المكان اللي أنا بجيب منه الخشب وهو المغلق والمعروف إن الأخشاب موجودة بأطوال وعروض وأسماك مختلفة لجميع الأنواع وإحنا الخشب اللي إحنا بنستخدمه في التنفيذ عندنا هو الخشب الموسكي يعني الأخشاب اللي إحنا نستعملها هو الخشب الموسكي طب الخشب الموسكي موجود في المغلق بأطوال إيه؟ بأطوال موجودة في السوق من 3 متر إلى 6 متر بزيادة قدرها 30 سنتي يعني هيزيد الطول كل 30 سنتي يعني هنبتدي من 3 متر نزود 30 يبقى 33-33-93-4 متر وعشرين وهكذا حتى ما نوصل لستة متر يبقى إذن طول الخشب بيزيد كل 30 سنتي طيب العرض بيبتدي العرض موجود للخشب الموسكي موجود في المغلق من 7 سنتي ونص إلى 30 سنتي بزيادة قدرها 2 سنتي ونص يعني 7 ونص هنزود 2 ونص يبقى 10-12 ونص-15-17 ونص-20-22 ونص-25-27 ونص-30 سنتي يبقى العرض بيزيد كل 2 سنتي ونص من 7 ونص إلى 30 طيب أنا دلوقت لو احتدت إن أنا جيب ألواح بعرض أكبر أو أنا هعمل مشغولة أو قطعة من الخشب عرضها أكبر من 30 يبقى هاتطر إن أنا أعمل عملية في النجارة يطلق عليها لفظ اللحمات يبقى تعريف اللحمات هو لصق لوحين أو أقصر للحصول على مأسات أو عروض غير موجودة في الأسواق يبقى احنا كده عارفنا الطول والعرض الطول بيبدأ من 3 إلى 6 متر بزيادة قدرها 30 سنتي أما العرض بيبدأ من 7 سنتي ونص إلى 30 سنتي بزيادة قدرها 2 سنتي ونص أما السمك السمك بتاع الخشب من بوصة لأربعة بوصة وطبعا البوصة تقريبا بتكون 2 سنتي ونص لعشرة سنتي طيب يبقى احنا كده عارفنا إن الخشب الموسكي لأطوال وعروض وأسماك وموجود في المغلق يبقى أول حاجة في التنفيذ إن أنا بجيب الأخشاب بتاعتي بالمأسات أو أجهزها بالمأسات المطلوبة تبقى للرسومات بتاعتي النقطة التانية بابتدي أعمل عملية مسحة وتصفية ليه بأعمل عملية مسحة وتصفية؟ لأن الخشب بييجي من المغلق خشب غشيم يعني خشب غشيم؟ يعني عليه وبرة الوبرة دي لو أنا حبيت أشتغل بالخشب مباشرة هتعمل لي إصابة مش هعرف أشتغل هتعقني عن التنفيذ فبضطر أعمل لها عملية مسحة وتصفية على مكنة اسمها مكنة التخانة يبقى أنا جهزت الخشب بتاعي بالمأسات المطلوبة تبقى للرسومات ثانيا بيتم مسح وتصفية الأخشاب لتحديد السمك المطلوب بتساعدني كمان في التنفيذ النقطة التالتة بابتدي أعمل عملية تفصيل للأخشاب يعني هفصل الخشب هحدد مكان النقر ومكان اللسان مكان المفهار الخطوة اللي بعد كده هبتدي أجمع الأخشاب بتاعتي بتعشيئة الأخشاب مع بعضها نقر ولسان وطبعا مع مراعاة طرق الزيادات دايما في النجارة وأنا بشتغل لازما أسيب زيادات للتشغيل إيه يا زيادات التشغيل دي؟ هي الضفر والتلسين الضفر ده بيكون حوالي 5 سنتي وبزوده في الأوايم المكان اللي موجود فيه نقر بزود فيه 5 سنتي طبعا أنا عندي حكتين فيها أوائم هي أوائم الحل وأوايم الضلفة يبقى في البندين دول لما أجل أشتغل التخطيط هبتدي أزود 2 في 5 من 100 ضفر 5 من أسفل و5 من أعلى يبقى دي بنسميها زيادات التشغيل أما بزود في الرؤوس والرؤوس زي المعبرة وزي الرؤوس العليا والوسطى والسفلة ولو فيه صاري بزود له تلسين برضو والسؤاسات طب الرؤوس دي بزود لها كامل زيادة تشغيل بتكون 2 سنتي ونص يبقى احنا عرفنا زيادات التشغيل هي الضفر والتلسين والضفر بزوده في الأوايم أما التلسين بزوده في الرؤوس يبقى اللي هي 2 سنتي ونص نبتدي بعد كده بنجمع الباب أو نجمع الشباك أو نجمع الأخشاب بتعشيئة الأوايم مع الرؤوس بتعشيئة النقر واللسان مع مرعاة طرق الزيادات اللي هي قلنا عليها الضفر والتلسين بعد كده ببتدي أقصة بالزيادات بعد ما خلاص حملت في التشغيل بتاعي والباب تجمع الزيادات دي أنا أعملها عشان تحمل معايا في الشغل فبضطر أن أشيلها عشان حسن التركيب بعد كده ببتدي أشيل الزيادات وأعمل عملية تشريب وتنعيم بفارد التشريب تعالا بقى نشوف مع بعض كده الخطوات أو الست عناصر بتوع طريقة التنفيذ على السلايد موجودة معنا يبقى السؤال بيقول ما هي الخطوات الواجب اتباعها عند تنفيذ الأبواب والشبابيك على ماكينات النجارة أول حاجة تجهيز الأخشاب بالمقاسات والقطاعات المطلوبة تبقى للرسومات جهزنا الخشب بالمقاسات بتاعتنا مطابقة للرسومات اللي أنا عملتها بعد كده الخطوة التانية بعمل عملية مسح وتصفية للأخشاب عشان قلنا نشيل الوبرة اللي هتعمل لي مشكلة أثناء التنفيذ وفي نفس الوقت بحصل على السمك اللي أنا عايزه يبقى الخطوة التانية في التنفيذ مسح وتصفية الأخشاب لتحديد السمك المطلوب وضبطها على الزاوية بعد كده بعمل عملية تفصيل للأخشاب سواء كان باب أو شباك بالعلام والشنقرة ثم الشق والنشر مع مراعاة طرق الزيادات اللي احنا قلنا عليها اللي هي الضفر والإيه والتلسين تسكرة سريعة قلنا الضفر بنزوده في الأوايم وأنا عندي أيمين أيم الحلق وأيم الضلفة أما التلسين بزودها في الرؤوس زي المعبرة وزي الرؤوس العليا والوسطى والسفلة الخطوة اللي بعد كده في التنفيذ عمل النقر والشرح لللسان والمفحار والتفريز والحلية الخطوة الخمسة بجمع الأخشاب بتعشيء الأوايم مع الرؤوس بتعشيئة بنسميها تعشيئة النقر واللسان وهي أفضل أنواع التعشيئ بعد كده ضبط الباب وتقسيب الزيادات ثم عملية التشريب والتنعيم طبعا أنا هنا عملت تقسيب يعني شلت الزيادات اللي أنا كنت أعملها ليه بشيلها؟ هي خلاص حملت معي في الشغل فمش محتاجها عشان هيبقى التركيب مظبوط فبشيلها وابتدي أعمل عملية التشريب وتنعيم بفارد التشريب ستة عناصر دول مطلوبين منك جدا لأن بيجي منها سؤال في الامتحان وطبعا بيجي دي برضو في امتحانات الصف الثالث بعد كده طبعا زي ما احنا عارفين أن مادة التكنولوجيا دايما مدعمة بالرسومات يعني محتاج في التشغيل أو التنفيذ أو التركيب لازم أن التكنولوجيا مدعمة بالرسومات لأن احنا قلنا قبل كده أن مادة التكنولوجيا هي العصب وهي الأساس لتخصص أعمال النجارة وهي اللي بتكملي أو بتعرفني إزاي أشتغل أعمل الرسومات بتاعتي وإزاي أعمل التخطيط أو المؤيسات بتاعتي زائد أن هي في أثناء التخرج أو بعد الطالب بعد التخرج بتعرفني إزاي أكون متقن وأعرف متطلبات سوء العمل عن طريق مادة التكنولوجيا فلازم أن تكون مدعمة بالرسومات الفنية وسؤال بيجي يقول لي يطلب مني رسم تفصيلة طبعا أنا دلوقتي لما أرسم التفصيلة هل يطارا هو بيقول لي بمقياس رسم مناسب طبعا أنا هرسمها بمقياس رسم كام هنرسم التفاصيل دايما زي ما أنا متعلم في الرسم بمقياس نص الحجم الطبيعي اللي هو واحد لاتنين يعني بشوف الحاجة مقاستها في الطبيعة قديه وبأسمها على اتنين مثال بسيط أنا عندي الحلق خمستاشر يبقى هرسم الخمستاشر دي نصها يبقى كام سبعة سمتي ونص وطبعا بشوف التفصيلة مطلوبة تفصيلة أفقية ولا تفصيلة رأسية لأنه طبعا بتختلف شكل التفصيلة على حسب اتجاه اللي هيطلب مني سواء كانت تفصيلة رأسية في العتب والمعبرة والرأس العليا أو تفصيلة أفقية في الحائط مع الآيم الحلق مع آيم الضلفة ونشوف مع بعض كده إجابة السؤال بيقول لي ارسم بمقياس رسم مناسب خلاص احنا اتفقنا إن أنا هرسم المقياس المناسب بمقياس نصف الحجم الطبيعي اللي هو واحد على اتنين يعني بأسم الحجم الطبيعي على اتنين هرسم تفصيلة توضح اتصال المعبرة يبقى كده عايز مني تفصيلة رأسية يبقى أنا هجيب التفصيلة دي من القطاع الجانبي معبرة الحلق مع الرأس العليا للشباك لشباك مانور زجاجي ضلفة واحدة مبينا قطاعات الأخشاب على الرسم يبقى أنا هرسم وهبتدي أطلع خطوط توضح لي قطاعات الأخشاب من حيث العرض والسمك تعال نشوف كده مع بعض آدي شكل التفصيلة تعال برضو نقول هنرسمها ازاي بحيث أن انت تبقى عارف المقاسات بتاعتك طبعا أنا عندي هنا الحائط سمك 25 يبقى الـ 25 هتترسم 12 سمت ونص عندي هنا المعبرة بتكون من قطاع 7 سمت ونص في 2 ونص طبعا هنقسم السبعة ونص دي على الـ 2 هتبقى 3 سمت وسبعة وسبعين يعني 3 سمت وسبعة ملة ونص عندي هنا الرأس العليا قطاع 7 ونص في 5 برضو هيبقى عرضها 3 سمت وسبعة ملة ونص وعندي الباكيتة 2 ونص في 2 ونص يبقى تترسم 1 وربع في 1 وربع نشوف كده المكونات قادة دفينة يا جماعة الخشبية اللي ذكرناها عبارة عن مدفونة داخل الحائط لتثبيت مين البر والبر بركبه عشان يسدي للفراغ ما بين الحلق وما بين الحائط قادة شكل الدفينة الخشبية موجودة جوة الحائط يبقى المكونات بتاعت التفصيلة المعبرة من قطاع 10 في 5 يبقى العشرة دي هتترسم كام 5 سنطي في 5 يبقى 2 سنطي ونص عندي الباكيتة من قطاع 2 ونص في 2 ونص عندي الرأس العليا 7 ونص في 5 والزجاج عندي سمك 5 ملة وبيتم تركيب الزجاج بالتسقيط من أعلى عن طريق عمل الرأس العليا دبل زي ما انت شايفها عبارة عن راسين عشان يتسقط ما بينهم مين الزجاج ثم بعد ذلك بيجري في المفحار في الأوايم ودي شكل التفصيلة اتصال المعبرة مع الرأس العليا وياريت نطلع الخطوط تكون خفيفة ونبعد عن الرسمة عشان ما احنا فاهمين القطاعات بتاعتنا أو نعمل القطاعات جوة جدول جنب الرسمة ونوضح فيها ايه القطاعات بالنسبة للتفصيل يبقى دي تفصيلة المعبرة مع الرأس العليا للشباك منور زجاجي ضلفة واحدة تعالى بقى نشوف السؤال على شكل اكمل بيقول لي في السؤال اكمل نقط عبارة عن شرائح زجاجية تستعمل في المناور على مقاسات واشكال مختلفة طبعا بتطلق لفظ بيطلق لفظ الشرائح الزجاجية على الضلف الزجاجية التي تستعمل في المناور يبقى يقصد هنا بيها شبابيك المناور يبقى الإجابة بتاعتي شبابيك المناور عبارة عن شرائح زجاجية تستعمل في المناور على مقاسات واشكال مختلفة ولازم طبعا بادام شباك منور لازم ندعمه بمصبعات حديد لزيادة الامان يعني هبتدي ركب على الحلق بتاعي عبارة عن هيكل من الحديد زو مصبعات عشان زيادة في الامان النقطة التانية في أكمل بيقول لي بيركب الحلق بالحائط بواسطة نقط مع مراعاة ضبط رأسية الأوايم وأفقية نقط بواسطة ميزان المياه طيب يركب الحلق بالحائط بواسطة الكانات تعالوا مع بعض كده نشرح طريقة التركيب للحلق زي ما احنا عارفين طريقة التركيب للحلق ثلاثة عناصر أول عنصر أو تركيب الباب بشكل عام أول عنصر بركب الحلق بركب الكانات في الحلق وسبتها داخل الحائط عن طريق عمل شنايش وعندي الكانات بيكونوا ستة ثلاثة في الآيم يمين وتلاثة في الآيم شمال ولازم بعد ما سبت الحلق بالكانات أبتدي أحبش على الشنايش اللي عملناها بمونة الأسمنت والرمل مع مراعاة إن أنا أضبط الأوايم وأفقية المعبرة بواسطة ميزان المياه لازم أضبط الأوايم والمعبرة بميزان المياه علشان سهولة الفتح والأفل لو الباب ما توزنش الباب مش هيفتح ويقفل معايا كويس طيب يبقى احنا بنقول أول حاجة بركب الحلق بالحلق بواسطة الكانات مع مراعاة ضبط رأسية القوائم وأفقية المعبرة بواسطة ميزان المياه الخطوة التانية بركب الضلفة بتاعة الباب بالحلق بواسطة المفصلات ثم ركب باقي الاكسسوارات بالمسامير البورمة والمفاك تعال نشوف مع بعض كده الإجابة بيقول لي بيركب الحلق بالحاقت بواسطة يا شباب بواسطة الكانات يبقى هنا الإجابة الصحيحة الكانات مع مراعاة ضبط رأسية القوائم وأفقية المعبرة بواسطة ميزان المياه النقطة اللي بعد كده النقطة التالتة النقطة التالتة دي هنقف عندها شوية لأن نقطة دي من أساسيات شغل النجارة عايز أقول إيه هي أنواع الأبواب الأبواب في عندي نوعين من حيث الاستعمال في عندي أبواب مؤقتة وأبواب مستديمة نركز مع بعض يا شباب في الموضوع دوت أنا عندي نوعين من الأبواب من حيث الاستعمال أبواب مؤقتة وأبواب مستديمة الأبواب المؤقتة وتستخدم بشكل مؤقت في الأعمال قليلة الأهمية يعني أنا هستخدمها بشكل مؤقت بعد كده هشيلها وهركب باب مستديم يبقى أول باب عندي الأبواب المؤقتة وتستعمل في الأعمال قليلة الأهمية مثل أبواب المخازن أما النوع الثاني من الأبواب من حيث الاستعمال وهي الأبواب المستديمة ومنطبعا من لفظ مستديمة يعني هتكون موجودة معاي على طول والأبواب المستديمة بتنقسم إلى نوعين أبواب داخلية جوة الشقة وأبواب خارجية خارج أو أبواب الشقة أو باب المنزل يبقى أنا أقول نتاني نقول يا جماعة أن الأبواب من حيث الاستعمال بتنقسم إلى أبواب مؤقتة وأبواب مستديمة الأبواب المؤقتة بتستعمل في الأعمال قليلة الأهمية بشكل مؤقت مثل أبواب المخازن أما النوع الثاني الأبواب المستديمة وتنقسم إلى أبواب داخلية وأبواب خارجية من حيث مواضع تركبها والأبواب الداخلية ممكن تكون تجليد أو فارغ زجاج وقد تكون حشو أما الأبواب الخارجية يفضل أن هي تكون حشو عشان خاطر ده هيكون باب الشقة أو باب المنزل الخارجي تعالوا نشوف مع بعض كده السؤال بيقول لي أكمل تنقسم الأبواب من حيث الاستعمال إلى أبواب نؤط ونؤط زي ما احنا قلنا أبواب مؤقتة وأبواب مستديمة بينما تنقسم الأبواب من حيث مواضع تركبها يبقى الاستعمال مؤقت ومستديم أما من حيث مواضع التركيب في المبنى فهي تنقسم إلى أبواب داخلية وأبواب خارجية النقطة الخمسة دي يا جماعة نركز فيها برضو مهمة جدا وهي تركيب الأبواب في فتحات المباني وهنقولها كده برضو شرح بسيط في تركيب الحلوق في الحائط بتركب عن طريق ثلاث مواضع أول موضع أن أنا بركب الحل مع حائط سمك 12 سنتي ونص أو 12 سنتي إذن الحل بيكون مرفرف عن الحائط بمقدار سمك البياض يبقى الحل 15 وبعد ما محر كمان مع الحل هيكون سمك الحائط 15 يبقى إذن البر هيركب من الجهتين يبقى بركب الحل بالحائط في حائط سمك 12 يبقى البر هيكون من الجهتين ولو ركبت الحل في حائط سمك 25 يبقى من ناحية هتكون بر ومن ناحية التانية هتكون بكتة أو سمدونة أو بيطلق عليها في الأسواق ربع عمود اللي هي السدابة الخشبية والنوع التالت إن أنا ركب الحل في منتصف الحائط سمك 25 يبقى هركب سمدونة أو بكتة من الجهتين أو ربع عمود من الجهتين يبقى أنا قلت اللفظ بثلاث معنايات إن أنا بقول هي بكتة وهي اللفظ الصحيح ليها في العلم سمدونة ولكن هي في السوق تطلق عليها ربع عمود تعالوا نشوف الإجابة بتاعتي يبقى بيركب الحل على استقامة السطح الخارجي للحائط وعلى السطح الداخلي للحائط وفي منتصف الحائط يبقى تركب الأبواب في فتحات المباني المعدة لها في مواضع مختلفة بالنسبة لسمك الحائط فهي إما تركب على استقامة السطح الخارجي أو على استقامة السطح الداخلي للحائط أو في منتصف الحائط طيب لو جاب لي سؤال وصل طبعا طبعا توصيل بتاعنا ده بيكون لازم أن تكون عارف المقصود أو الاستعمال من الجملة عشان تقدر توصل بشكل سليم التوصيل دوت قد يكون سؤال سهل ولكنه محتاج تركيز مميز شوية تعالوا نشوف مع بعض السؤال بيقول صل من المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة به فيما يلي وجايب لي مجموعة ماكينات بتستخدم في أعمال النجارة أول ماكنا هي ماكينة الربو ماكينة الملكان منشار الشريط منشار الصينية وماكينة الصنفرة عايزين نشوف أول حاجة ماكينة الربو ماكينة الربو بتستعمل فيه احنا قلناها قبل كده بتستعمل فيه استعدال ومسح الأخشاب لتنعيم سطحها يبقى أول حاجة ماكينة الربو يبقى واحد مع نقطة دال ماكينة الربو بتستعمل فيه استعدال ومسح أسطح المزغولات الخشبية النقطة التانية ماكينة الملكان وتستعمل فيه عمل النقر اللازم لتركيب ورق الشمسية وقلنا قبل كده سميت ورق الشمسية لأنها بتركب في ضلف بيطلق عليها ضلف الشمسية واطلق عليها ضلف الشمسية لأن من مميزات ضلف الشمسية حجب رؤية ما بداخل الحجرة وحجب أشعة الشمس وإتجديد الهواء بالحجرة وبركب ورق الشمسية مائل إلى الخارج وأطلقت عليه ورقة لأنه بيكون سمكه واحد سنتي ويركب على زاوية خمسة واربعين مائل لجهة الخارج عشان حجب رؤية ما بداخل الحجرة مع الفراغات ما بين الورقة والورقة بيكون حوالي ثلاثة سنتي عشان خاطر تجديد الهواء يبقى بمنع الشمس وبعمل عملية تجديد الهواء بالحجرة وبيطلق على شبابيك الشمسية والزجاج في الصناعة نفذ ملكان لأن النقر التاعها بيتعمل على مكنة تسمى مكنة الملكان يبقى إذن مكنة الملكان بتستخدم في عمل أوراق الشمسية أو النقر لتركيب ورق الشمسية في الضلف الشمسية والزجاج زي ما احنا شايفينه يبقى مكنة الملكان بتستعمل في عمل النقر اللازم لتركيب ورق الشمسية النقطة التالتة ماكينة منشار الشريط بتستخدم طبعا في قطع الأخشاب وتجهيزها حسب المأسات المطلوبة سواء كان قطع طولي أو قطع عرضي النقطة الرابعة ماكينة منشار الصينية وهي تستعمل في شق الأخشاب طوليا وعرضيا زي ماكينة منشار الشريط ويمكن استعملها في عمل المفحار والإفريز لو أنا حبيت أعمل مفحار بمواسطة ماكينة المنشار بأثبت السلاح بتاعي أو الاستوانة بتاعة المنشار بالمفحار المطلوب سواء كان واحد سنتي وابتدي أطلع الصينية بتاعتي أو المنشار بتاعها عشان أبتدي أعمل بجانب القطع عمل مفحار وإفريز للأخشاب بتاعتي النقطة الرابعة طبعا ماكينة الصنفرة وتستعمل في تنعيم أسطح المشغولات حتى تكون جاهزة للدهانات بتاعتي نراجع مراجعة سريعة كده يا شباب إحنا بنقول مكنة الربو وتستعمل في استعدال ومسح أسطح المشغولات الخشبية دي أول حاجة بنعملها طبعا باستخدام مكنة الربو مكنة الملكان بتستعمل في عمل النقر اللازم لتركيب ورق الشمسية وطبعا الورق دوة النقر بتاعه فيه بيكون واحد سنتي مكنة منشار الشريط وتستخدم في قطع الأخشاب سواء كان طوليا وعرضيا كما تستخدم في تشغيل الأخشاب حسب المأسات المطلوبة ثم مكنة منشار الشريط وتستعمل في شق الأخشاب طوليا وعرضيا كما يمكن استعملها في عمل المفحار والأفاريز وآخر حاجة عندي مكنة الصنفرة وتستعمل في تنعيم أسطح المشغولات الخشبية حتى تكون جاهزة لأعمال الدهانات تعالا بقى نشوف المكونات للحلوق نركز مع بعض برضو السؤال ده من الأسئلة العامة المهمة جدا وبييجي في الامتحانات وخاصة في الصف الثالث عايزين نقول يا شباب أن الحلوق عندي عبارة عن قائمين ومعبرة ده بالنسبة للأبواب العادية عبارة عن أيمين حل ومعبرة وأطلق لفظ معبرة على المعبرة بهذا الاسم لأنه بيتم العبور من خلالها يبقى عندي الباب العادي مكون من قائمين ومعبرة أما في عندي باب وحيد هيكون في جلسة وهو باب البلكونة ليه بعمله جلسة؟ لأنه بيستعمل نوعين من الضلف ضلف شمسية زي ما احنا قبل كده قلنا أنه ضلف الشمسية من مميزاتها بتحجب أشعة الشمس وتجديد الهواء وحجب رؤية ما بداخل الحجرة والإفريز الثاني أو الحلق الثاني بعمله إفريز من ناحية الداخل عشان يستقبلوا الضلف الزجاج التي تفتح داخل الغرفة يبقى الحلق ده هيكون أيمين وهو باب البلكونة أيمين ومعبرة وجلسة أما الشبابيك عبارة عن أيمين ومعبرة وجلسة يبقى احنا عرفنا أن الحلق دلوقتي للأبواب العادية أيمين ومعبرة بس أما الأبواب البلكونات عبارة عن أيمين ومعبرة وجلسة ولو جاب لك سؤال ليه أو علل في الدبلوم أو في الصف الثالث تبقى أنت عارف لأن أبواب البلكونات بتستقبل نوعين من الضلف أبواب دلوف شمسية بتفتح للخارج وأبواب دلوف زجاجية تفتح للداخل وطبعا الشبابيك أو حلوق الشبابيك عبارة عن أيمين ومعبرة وجلسة تعالا بقى نشوف كده الإجابة مع بعض يبقى المكونات الأساسية التي يتكون منها حلوق الأبواب والشبابيك زي ما انتوا شايفين آدي الرسمة بتوضح لي آدي الأيمين وآدي المعبرة وطبعا بنعشق الأيمين الحلق مع المعبرة بتعشيئة تطلق عليها التعشيئة الغنفارية أو ما يطلق عليها ديل اليمامة زي ما انتوا شايفين النقر بتاعها بيكون موجود في الأوايم واللسام بيكون في المعبرة على شكل ديل اليمامة نشوف بقى المكونات اللي بيتكون منها الحلوق للأبواب والشبابيك أول حاجة عندي بتعمل أعضاء الحلق من قطعة واحدة من حيث السمك ويعمل بها تفريز لضلف الباب بمقدار واحد سنتي وده تعال نشوف مع بعض كده حلق الباب العادي بيتكون من قائمين ومعبرة أما أبواب البلاكونات أو حلق أبواب البلاكونات بيتكون من قائمين ومعبرة ومعبرة وجلسة لهم تفريزان إحداهما للضلف الشمسية والآخر للضلف الزجاجية وقلنا الدولف الشمسية بتفتح للخارج أما الدولف الزجاجية بتفتح لداخل الغرفة وآخر عندي حاجة عندي حلوق الشبابيك مكونة من قائمين ومعبرة وجلسة طيب طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده أن دايما الرسومات أو مادة التكنولوجيا بيكون مدعمة بالرسومات فالراجل طالب مني تفصيلة مناسبة توضح أوضع تركيب الحلق مع كدهين الحائط اللي احنا قلنا عليها إما بيركب الحلق مع حائط 12 سنتي ففي هذه الحالة يركب البر من الجهتين أو بيركب الحلق على حائط سمك 25 فيركب على سطح الخارجي أو الداخلي فيركب من ناحية السطح الخارجي البر ومن ناحية تانية بيتركب ربع العمود أو السامدونة اللفظ العلمي لها أو بيركب الحلق فيه منتصف حائط سمك 25 وفي هذه الحالة تركب ربع عمود من الجهتين تعالوا نشوف مع بعض الرسم بتاعنا قادي شكل أوضاع تركيب الحلوق زي ما احنا قلنا هو قادي حائط سمك 12 تركيب الحلق على حائط سمك 12 من 100 اللي هو 12 سنتي فطبعا الحلق طبعا بيركب مع السطحين الداخلي والخارجي وفي هذه الحالة يركب البر لسد الفراغ ما بين الحلق وما بين مين البياض الموضع التاني تركيب الحلق على حائط سمك 25 وفي هذه الحالة يركب من الجهة الخارجية أو من جهة تثبيت الحلق مع الحائط الخارجي بيركب بر من جهة وي ربع عمود أو سمدونة من الجهة الأخرى أما في حالة تركيب الحلوق في منتصف حائط سمك 25 ففي هذه الحالة تركب ربع عمود أو سمدونة من الجهتين يبقى أنا بركب الحلق مع حائط سمك 25 يبقى البر منين يا جماعة من الجهتين أو أركب الحلق مع حائط سمك 25 يركب من جهة بر ومن ناحة التانية بركب لها السمدونة أو ربع عمود أما في حالة تركيب الحلق مع حائط سمك 25 بركب البكتة أو السمدونة أو ربع عمود من الجهتين طبعا قلنا بنرسم التفاصيل بمقياس رسم مناسب لا يخلو الامتحان من سؤال مقالي بمعنى أنه هيقولي أنت عندك الباب الحشو الداخلي المطلوب منك ممكن يطلب منك طريقة التنفيذ ممكن يطلب منك الاستعمالات ممكن يطلب منك المكونات في نقطتين ألف وبي فلازم أن يبقى إحنا عارفين دايما أن أي أبواء نجارة الأبواب والشبابيك في عناصر هي اللي بتحكمني لو أنا ابتديت أشتغل جميع الأعمال النجارة سواء كانت أبواب أو الشبابيك من العناصر دي هعرف أن أنا أشتغل جميع الأبواب والشبابيك وطبعا إحنا عندنا الأبواب كتير والشبابيك كتير طيب أنا بسبت عناصر أقدر أشتغل منها أو أشتغل بيها العناصر دي بتيجي في صيغة أسئلة زي مثلا أسكر الاستعمالات أسكر المكونات أو ما يطلق عليه التفاصيل الإنشائية يبقى السؤال ممكن يقول لي أسكر المكونات أو التفاصيل الإنشائية خلي بالك عشان في بعض الطلبة بتفتكر اشرح التفاصيل الإنشائية فإن هو يرسم لا ده بيقول لي اشرح يعني عايز التفاصيل الإنشائية اللي هي مين؟ المكونات يبقى عندي ببتدي أقسم الباب أو الشباك أو أعمال النجارة عمتا من حيث عناصر أو العنصر الاستعمالات العنصر الثاني المكونات أو التفاصيل الإنشائية العنصر الثالث اللي هي قطاعات الأخشاب أو الاكسسوارات المستعملة ويفضل أن أنت تعملها جوا جدول هوريلك دلوقتي الجدول وإحنا شغالين في مادة التخطيط وطريقة التنفيذ اللي هم ست عناصر اللي احنا قلنا عليهم وطريقة التركيب اللي هم الثلاث عناصر اللي احنا لسه أيلنهم في بداية الحلقة تعالوا نشوف مع بعض السؤال بيقول إيه وإيه المطلوب مني بيقول لي باب حشو داخلي ضلفة واحدة مركب على حاق السمك 12 لفتحة مباني مقاس 80 في 210 في 2 متر 10 التمانين دي يا جماعة هي طول الفتحة أما اللي 2 متر 10 هي ارتفاع الفتحة مين اللي بتغير دايماً طول الفتحة هي اللي بتتغير إذا كان الباب ضلفة أو ضلفتين آسف إذا كان الباب ضلفة بيكون فتحة المباني متر أو أقل من متر إذا كان الباب ضلفتين أو أقصر بيكون الفتحة أكبر من متر زي متر 10 أو متر 20 أو متر 40 يبقى أنا عندي النجارة دايماً بشتغلها طول في ارتفاع الطول 80 والارتفاع ثابت 2 متر 10 إيه المطلوب مني؟ بيقول لي اشرح مما يتكون هذا الباب أو بصيغة تانية اشرح التفاصيل الإنشائية النقطة التانية عايز طريقة التركيب يبقى عايز المكونات أو التفاصيل الإنشائية للباب وعايز مني طريقة التركيب تعال نشوف مع بعض كده المكونات أنا جبت رسمة للباب هي مش مطلوبة منك لكن أنا جبت عشان أوضح لك المكونات عليها قادي الباب الداخلي ضلفة واحدة فيه أربع حشوات مستطيلة وبتفصل بينها سلاسة رؤوس وسطة تعال كده نشوف المكونات أول حاجة في المكونات الحل الحل عبارة عن أيمين ومعبرة يبقى الحل مكون من قائمين ومعبرة وأطلق لفظ معبرة بهذا الاسم لأنه بيتم العبور من خلاله العنصر التاني أو المكون التاني للباب الضلفة والضلفة مكونة من قائمين ورأس عليا وأخرى صفلة وتسمى تحليقة يبقى عندي الضلفة مكونة من قائمين ورأس عليا وأخرى صفلة وبنسميها في الصناعة تحليقة وتوسط هذه التحليقة سلاسة رؤوس وسطة بتفصل أو مفصول أو محصور بينها سلاة أربع حشوات على شكل مستطيل والحشوات دي زي ما أنتوا شايفين بنعمل لها كشف للحشوة عشان بيتم تركبها في الأوائم والرؤوس بعد كده من المكونات بتاعتي البر اللي احنا قلنا عليه بيسدل الفراغ اللي ما بين الحل والحائط عبارة عن قائمين ومعبرة قائمين بر وإيه هو معبرة البر يبقى احنا كده شفنا المكونات بتاعتي على الرسم نشوفهم بقى احنا قلنا أن احنا نطلق لفظ المكونات على التفاصيل الإنشائية يبقى تخلي بالك أن المكونات هي التفاصيل الإنشائية أول حاجة بيتكون الباب من قائمين ورأسه عليا وأخرى صفلة وتسمى تحليقة بيكون محصول بينها سلاسة رؤوس وسطة أو بتفصل بين الحشوات والحشوات دي بيكون بصمك 2 سنتي ونص الباب بيكون غير محلة والحشوات بيكون مكشوفة من الجهتين زي ما احنا لسا إيليين كشف الحشوة ويغطى التقابل بين الحل والحائط من الداخل والخارج بالبر ليه من الداخل والخارج بالبر؟ لأن اللي ارجع تاني كده للرسمة لأن هنا سمك الحق الكام 12 يبقى البر هيكون من هنا يا جماعة من الجهتين تعالوا بقى نشوف السؤال التاني أو النقطة التانية في السؤال طريقة التركيب طريقة التركيب أنا لسا شروحها في بداية الحلقة بتكون حوالي 3 عناصر أول حاجة بيثبت الحلق في الفتحة المعدة له بيئة الكانات بعد ضبطه رأسيا وأفقيا بواسطة ميزان المياه يبقى بثبت الحل بالحائط بواسطة الكانات شوف خلي بالك عشان احنا خدنا النقطة دي على هيت أكمل بعد ضبطه رأسيا بضبط الأوايم والمعبرة أفقية المعبرة بواسطة ميزان المياه مع مراعاة أن يكون الحلق بيكون مرفرف أو بارز عن وجه الحائط بمقدار سمك البياض لأن احنا قلنا أول حاجة بتتعمل الحائط بعد كده بسيب خلوس وركب الحلق والحلق بيكون 15 أما الحائط بيكون 12 يبقى الحلقة هيكون مرفرف 1.5 يمين 1.5 شمال الراجل بتاع البياض أو المحارة هيجي بتاعي يشتغل على هذا السمك هيمشي المحارة بتاعته مع مين مع الحلق بعد كده بسد الفراغ ده بالمين بالبر يبقى أول طريقة في التركيب أننا بسبت الحلق في الحائط بالكينات مع ضبط رأسية أو ضبط أفقية المعبرة ورأسية القوايم بواسطة ميزان المياه بعد كده بركب الباب أو ضلفة الباب بالحل بواسطة المفصلات والضلفة الوحدة بيحتاج لها 3 مفصلات والباب اللي موجود عندنا ضلفة وحدة يبقى عندي 3 مفصلات بعد كده بركب باقي الخردوات أو الاكسسوارات بمسامير البرمة والمفاك إيه هي الاكسسوارات أو الخردوات زي الكوالين وزي الأكر والمقابد اللي أنا ببتدي أشغالها في الباب عشان بتساعدني في عملية الفتح والإيه والغلق أو ما يطلق عليها عملية التسكيك زي ما أنتو شايفين هنا بنوزن المعبرة وهنا عشان خاطر عملية سهولة في الفتح والقفل وقلنا قبل كده أن الباب لو ما توزنش بمزان المية وكان مظبوط هتبقى عملية الفتح والقفل صعبة جدا وقد تكون منعدمة تعالى طبعا نشوف برضو سؤال في رسم طبعا وزي ما احنا قلنا ارسم بمقياس مناسب تفصيلة هنرسمها بمقياس نصف الحجم الطبيعي واحد لاتنين لمين؟ لقطاع أفقي يبقى أنا هركز في القطاع الأفقي مرًا بقائم الحل وقائم الضلفة لباب زجاجي مبينا عليه أسماء وقطاعات الأخشاب طبعا حتى لو ما ذكر ليش أن أنا أبين قطاعات الأخشاب لازم أن أبينها عشان أخذ درجات لأن احنا عايزين نقول أن احنا فهمين مش حفظين وإحنا كمان متقنين للرسم وعارفين قطاعات الأخشاب لأن مادة التكنولوجيا ساعدتني على معرفة تفاصيل الباب بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي زي ما انت شايف قادي قادي الحائط سمكة طبعا 12 ودي تهشير الحائط على زاوية 45 ودي الدفين الخشبية وبركب البر والنقط دي هي المحارة أو البياض بعد كده عندي قايم الحل بيكون منقطاع 15 في 5 طبعا 15 يبقى هرسمها 7 سنتي ونص والخمسة دي هرسمها 2 سنتي ونص طيب وقايم الضلفة قوائم الضلف بيكون منقطاع 10 في 5 لازم ان نحفظ القطاعات دي هي قطاعات بسيطة ومفهومة وسهلة وما بتتغيرش علشان خاطر بتطلب مني برضو في الامتحانات اسكر قطاعات الاخشاب وهنا قال لي وضحها على الرسم يبقى هي فعلا مطلوبة ان انا اعرفها عندي الزجاج سنك 5 ملي ودي المفحار اللي بيتركب فيها الزجاج يبقى ادي التفصيلة الافقية عبارة عن قايم حل قايم بر والقايم البر من قطاع 7.5 عرض 7.5 في 2.5 سنك والزجاج 5 ملي وقايم الضلفة 10 في 5 وهنا موضح لك الدفينة الخشبية اللي بتكون مدفونة داخل الحائط لتثبيت البر عليها والبر هنا بيركب على نص الحل يعني زي انت بنتشايف البر اه بتثبت على الدفينة الخشبية ولكن برضو من حسن التثبيت ان هو بيركب على مين على نص الحل عشان يسد الفراغ اللي ما بين القات وما بين مين الحل طيب عندي بعد كده يا جماعة في مادة التخطيط ومادة التخطيط دي هقول بس كده بداية لها بسيطة وان شاء الله هتكون في مراجعة لها خاصة بها طيب اول حاجة في مادة التخطيط اللي هي المؤيسات عند حل اي مؤيسة لابد من عمل كشفين عندي كشفين بعملهم هو كشف الكمية وكشف المغلق خلي بالك انا هتكلم نبزة بسيطة او سريعة عن مادة التخطيط لكن هيكون لنا حلقة ان شاء الله لان مادة التخطيط دي مادة اساسية برضو من المواد احنا قلنا ان التكنولوجيا بتساعدني في التخطيط وفي الرسم ومادة التخطيط موجودة معايا في سنة تالتة واللي بيطلب مني بيجب لي باب او شباك واعمل له مؤيسة كشف كمية وكشف مغلق طب حل المؤيسة ازاي هناخد نبزة سريعة بس عنها وان شاء الله هنكمل في حلقة جديدة تعال نشوف برضو سؤال في التخطيط بيقول لي عند حل اي مؤيسة في اعمال النجارة لابد من عمل بعض الكشفات اذكرهم اولا عندي كشف الكمية التفصيلي والغرض من كشف الكمية هو ايجاد اطوال الاخشاب بالمتر الطولي يبقى الغرض من كشف الكمية ايجاد اطوال الاخشاب بالمتر الطولي بالمتر الطولي يعني بشوف مكونات الباب واعرف طول كل جزء منها اوي من الحلق بيكون طولها الدي ايه المعبرة عشان خاطر اعرف اجيب الخشب بتاعي من المغلق بالاطوال والمأسات اللي انا هعملها في مادة المؤيسات او التخطيط يبقى اول كشف بعمله كشف الكمية التفصيلي والغرض منه ايجاد اطوال الاخشاب بالمتر الطولي اما الكشف الاخر وهو كشف المغلق ويكون الغرض منه ايجاد كمية الاخشاب انا عملت كشف الكمية الباب واحد يبقى انا لما اجعمل كشف المغلق وانا ماسك الشغل او المأولاد بتاعتي انا عندي عمارة كبيرة فيها مثلا عشر ابواب او عشرين يبقى هروح اجيب الكمية بتاعة العشرين باب تعالى نشوف شكل الجدول تخطيطه عامل ازاي يبقى كشف الكمية التفصيلي الغرض منه هو ايجاد اطوال الاخشاب بالمتر الطولي تعالى نشوف كده كشف المغلق وكشف المغلق وقدي كشف الكمية التفصيلي ادي شكل التصطيرة بتاعة الجدول عبارة عن بند بيان الاعمال العدد القطاع بالسانطي عرض سمك الطول بالمتر ملاحظات يبقى انا لازم اقول في الكشف في بداية الكشف يا جماعة وانا بشتغل لازم اقول بالمتر الطولي لانه الان الغرض من كشف الكمية هو ايجاد اطوال الاخشاب بالمتر الايه الطولي واحنا شغالين على مين؟ على الخشب الموسكي اللي احنا عارفنا اطواله وعروضه والسمك بتاعه وهو موجود في المغلق بالاطوال من 3 ل 6 وعروض من 7.5 ل 30 والسمك بيكون من 2.5 ل 10 سنتي يبقى دي شكل تصطير الجدول كشف الكمية اللي يهمني في الكشف هو ايجاد اطوال الاخشاب بالمتر الطولي يبقى هو البند بالمتر الطولي ده اللي يهمني هو ده اللي انا اجيبه الكشف التاني قلنا عليه وهو كشف المغلق والغرض منه ايجاد كمية الاخشاب بالمتر مين؟ بالمتر المكعب يعني ايه متر المكعب يا جماعة؟ يعني طول فعرض في سمك لو حبيت ان انا كعب اي لوح خشب او اي حاجة في الاخشاب بضرب طولها فعرضها في سمكها طيب شكل الجدول كشف المغلق مكون من ايه؟ باند، بيان الأعمال، العدد، المقاسات بالمتر، طول، عرض، سمج، جزئية، كمية ايه الجزئية و ايه الكمية؟ لو انا عندي لما بجمع العروض والأسماك المختلئة المتشابهة مع بعض لو عندي الباند ماينفعش ان انا اخذه في جزئية واحدة فبقسمه في جزئيتين او اكتر بعد كده بجيب كمية مين الجزئيات دي مع بعض لو كان الباند جزئية واحدة يبقى الجزئية هي الكمية بعد كده بشوف التفصيلات بتاعتي انا هقسم الخشب بتاعي مناء على كشف الكمية وقلنا كشف المغلق بيتعمل لإيجاد كمية الأخشاب بالمتر المكعب طيب انا هقف لحد هنا دي المؤيسة اللي ان شاء الله بإذن الله في حلقة جديدة هناخدها عبارة عن مؤيسة لشباك لان هي دي المؤيسة المكررة عليك او المطلوبة منك في الصف التاني فممكن يجيب لي في مادة التخطيط مؤيسة لشباك هوضح نقطة بسيطة يعني ايه 60 في 80 60 دي طول الفتحة وال80 دي ارتفاع الفتحة على حقق سمك 25 يبقى البر هيكون من جهة واحدة المطلوب منك عمل كشف الكمية وكشف المغلق لعدد 4 شبابيك تعال نشوف كده مع بعض آدي طول الفتحة وآدي ارتفاع الفتحة طول الفتحة 80 60 آسف وارتفاع الفتحة كام 80 هو ما قالهيش فيه بداية الشغل بتاعه او السؤال بتاعه ولكن انا حابب عشان خاطر انت ما تطلق بطش تبتدي تعكس لا انا عايز اعرف انا عايز اقولك ان ال 60 دي طول الفتحة لكن ال 80 دي هي ارتفاع الفتحة لان احنا قلنا ان جارة طول في ارتفاع والمطلوب زي ما احنا قلنا كشف الكمية وكشف المغلق ودي كطاعات الاخشاب ولو مدنيش كطاعات الاخشاب يا جماعة ما قلقش لان انت عارف قطاعات الاخشاب من مادة التكنولوجيا وشرحناها وقلنا اه دي الاوايم ومعبارة الحلق من قطاع 10 في 5 لان انا بتكلم للشباك واوايم الضولف بيكون 7.5 في 5 والرأس العليا 7.5 في 5 وذكرناها قبل كده في تفصيلة والرأس السفلة بتكون 10 في 5 ودايما بتكون اعرض لان هي بتكون شيلة الحمل اما اوايم ومعبارة البر بتكون 7.5 في 2.5 ومعنى تأخذ من قطاع 15 دي هنبتدي نشتغلها في كشف المغلق يعني هيقول لي بدل ما هي عرض 7.5 لا هتعرض 15 واقسم العرض ده نصوين 7.5 و7.5 وهقف لحد هنا وهنعرف ازاي نعمل كشف الكمية التفصيلي يبقى احنا ان شاء الله باذن الله في حلقة جاية هنبتدي ناخد مادة التخطيط ونعرف ازاي نعمل المؤيسة بالتفصيل لان المؤيسات مادة مهمة جدا في سواء كانت لمادة لتخصص النجارة او في سوء العمل لان انت ما بتيجي تشتغل اول حاجة بتعملها انت عارف طريقة التنفيذ وعرفت ازاي ترسم الباب طيب التفاصيل او المأسات بتاعتك عبارة عن ايه فبنبتدي نعمل كشف كمية وكشف مغلق عشان ابتدي انافذ الشغل بتاعي بالمأسات اللي مين مادة المؤيسات اللي انا عملتها في كشف الكمية وكشف المغلق حابب بس اقول للطلبة يهمني جدا في الامتحانات ان انت تقرأ الامتحان كواس جدا او ورقة الاسئلة وورقة الاسئلة ان شاء الله هيكون فيها ثلاث اسئلة وزي ما احنا شفنا سياغة الاسئلة سواء كانت صحة وغلط او اكمل او اختار او وصل او بيبقى فيه سؤال مقالي لكن انا مش عايزك تقلق لان هم تلاتة هيبقى سؤالين صح وغلط او اكمل وسؤال مقالي هيكون مدعم دايما بالرسم يبقى انت متحضر معاك في مادة التكنولوجيا ادوات الرسم لانه هيطلب منك تفصيلة والتفصيلة هترسمها بمقياس نص الحجم الطبيعي اللي هو واحد لاتنين يعني بتجيب الحجم الطبيعي وتقسمه على اتنين مراجعة سريعة انحنا ابتدينا اللم المنهج كله في صورة الاسئلة دي يبقى احنا ان شاء الله باذن الله الحلقة الجاية باذن الله هنشتغل مادة التخطيط واشوفكم على خير دمتم في حفظ الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته